السلام عليكم كيف تيرين? اش خباركم? كنتمنى تكونوا كلكم باخير وعلى اخر. في هاد الفيديو غادي نوجدوا واحد ربعه ديال السلطات اللي كي يجيوا رائعين. صراحة كي تجيوا واحدة وحسن من الاخرى واحد المداق يا سلام. وهاد السلطة هادو كي رفقوا جميعا وعلى اطباق. وكذلك ممكننا نوجدوهم ونحتفتهم في كل جابة يبقى وصالح اللي واحد المدة. يالله ما تمشيوا فاين وخليكم معي حتى الاخر ديال الفيديو بتشوفوا المقادير وطريقة تحضير. وبسم الله نبدو في الوصفة الديون. هادي هي الخضيرة اللي غادي نحتاجه باش غادي نوجدو هاد اللي صالت. عندنا هنا دينجال او البدينجال. عندنا الفلف اللي حلوة بالالوان. لما تفرش لتادي الالوان على الاقص ستعملو غير جوج جلوينة. هادي نستعملو كذلك الجازار اللي صبق لي ونقيته من قبل. وهادي نستعملو هنا اه كوهشات او للقرة الاخضر او للقريعة. وهاد الخضيرة كلها غسلتها مزيان ونقيتها. دبا غادي ندو زهنان بذوب الفلسة يالي ولا غادي ندروها في هارتها وغادي ندخلوها نشوفوها في الفران. واللي نكلينا نشوفوها فوق البوطن مهمة لحسب كل واحد وشنو نسيلكو. اه مهم الفران راكي يكون شاعل ملفقه من تحت. قندخلو الفلسة ديانا وقنقابلوها. قنقوا نقلبو فيها حتى كتشوها ونحاولو ما نخليوها شتشوها حتى تتحرق لنا بزاة ثم نلقوا ومنهزو فيها. وصفي هنا بعد ما تشوت عندنا الفلسة غادي نستعلاف هاد البوطن هادي باش حكا كي يرجع لها ذات البوخار ومن بعد كتسهل عنينا في التنقية. بعد نخليوها بطبيعة الحال حتى كتبرد شوية. عاد من بعد غادي نبدو ننقيو فيها. بالنسبة لتنقى يدها لكي في ماشتو معايا راك اتنقى بكل سهولة ما كتلقوش معاها مشكلة نهائيا. غادي نحيدو في طبيعة الحال ذو القشيرات غادي نحيدو ذيك الزرية عليك تكون في القلب ديالها. بعد ما كن نققوها مزيان راك نديروها في شيش بيكة باش هكا كي تسقطر رينادك لمالي فيها. ثو غادي نكملو بطبيعة الحال هنا بنفس طريقة احتى غادي نققو هاد الفليفلات هادو كل هم اللي عندنا. دبا غادي اندوزو نقطعوهم بالنسبة لطريقة تلتقطع مهمة على حساب كل واحد كيفاش غاي قطعوهم انا كنفضلها كنقطعوهم لشكل طولي صراحة كي يجوزوينين وطريفات يكونوا كبارين شوية. دبا غادي ناخدو هنا واحد المقيلة غادي ندرو فيها واحد جوش فصوص ديتو ما محكوكين. غادي نزيدو عليهم تقريبا واحد ملعقة كبيرة ونصف من المعدنوس مقطع. وغادي نزيدو عليهم شوية ديال الملح على حسب الضوق. مع شوية ديال زيت الزيتون. غادي نزيدو عليهم هنا حتى واحد شوية ديال الخلط. باش كطعتنا واحد شوية ديال اللحم وضف هاد لصالد هادي. آآ صافي هنا غادي ننزل مقيلة ديالنا غادي نحطوها فوق العافية غادي نخليوها حتى كتسخن. كيف كتسخن غادي نزيدو فيها هاد الفلفلة هادي اللي قتعناها. والفلفلة هنا نحاولو نشوفوها مزيان من اللي ما قاعد نزيدوها. هنا غادي نحركو هاد الفلفل هادو معها الشرمولة مزيان غادي نقصو العافية وغادي نخليو الفلفلة ديالنا حتى تشرم المزيان. ما كيبقوش في ها السوائن نهائيا حتى كتبقى فيها غادي كالزويتة اللي شرمناها فيها. صافي وكنحيدو انفقوا البوضة. دا بغادي ندوزو نوجدو الصلاة ديال القريعة الخضراء او ما ديال كوفجاتس. غادي ناخدو واحد لحكاكة غير حكاكة عادية وغادي نحكو القريعة ديالنا على شكل طولي بهالطريقة هادية. كنحكو هنا غير رجع القاسحة من القريعة اما داك البرطب فهداك ما ما كنستعملوش. وصافي هادو الشكل ديال القريعة ديالنا بعد ما حكينا هادا بغادي ندوزو هنا ناخدو واحد لمقيلة غادي نزيدو في واحد الحبة صغيرة ديال ماطيشة محكوكة. غادي نزيدو على شوية من القزور والمعدنوس مقطعين. غادي نزيدو عليه نفس واحد ديالتو ما محكوك. غادي نزيد عنهم هنا واحد شوية ديال الهريسة اللي يمكن لنا نعودوها فلفلة حرة مطحونة. والحرة هنا ركي يبقى اختياري. غادي نزيدو هنا الفلفلة حمراء او التحميرة. غادي نزيدو منها تقريبا واحد الملعقة صغيرة. غادي نزيدو واحد راس ملعقة من ابزار. مع واحد راس مع القام الكامو. غادي نزيدو كذلك شوية ديال الملح. ملح العاسب الضوق. وخاس عملنا هنا الهريسة حامضة شوية غادي نزيدو حتى شوية ديال الخل. لان هاد صلاطة هادي ديال القريعة كجيزوينة بزاف وهي محمضة. غادي نزيدو كذلك شوية ديال زيت الزيتون. وغادي نزيدو حتى واحد راس ملعقة ما الخرقوهم بلدي. غادي نحرقو هاد شي كله مزيان وغادي نزوم قيلة ديالنا غادي نحطوها فوق العافية. غادي نتسنو عليها حتى كتسخن كتغليل لنا ديك لاصو شوية. عاد من بعد غادي نزيدو فيها هاد القريعة هادي اللي حكيناها. غادي نخلطوها نمعات الصلصة ديال مطيشة وغادي نقصو على العافية ونخليها حتى الطيب. اه بالنسبة لطريقة ديال الطياب من الاحسن ما تخليها شطيب بزاف حتى تهراء كيف كتنشف لنا منذك السوائل صافيكة تبقى تبال لنا غير ديك الزيتة اللي طابت فيها كنحيدو عن فوق العافية. وتابعنا غادي ندوزون وجدو الصلطة ديال جزر او خيزو. اه ضروري كتابعت الحال نغسلوه مزيان من قبل وننقيوه. اه بالنسبة الطريقة ديال تقطع هنا انا قطعتو على هاد الشكل. وانتو ما يمكن اللي كنت تقطعوه طبيعي الحال للشكل اللي حبيته. وصافي هنا بعد ما قطعتو ده بغادي ندرو فو حد الكاثرونة. غادي ندرو عليه القياس ديال اللي مالي غادي نطيف فيه. وغادي نزو الكاثرونة ديالنا غادي نحطوها فوق العافية. غادي نتسنو على هاد الجزار ديالنا حتى كي تسلق. ومن بعد غادي ينطلقه. وصافي هنا خيزو ديالنا رهو تسلق. من الاحسن يبقى شاد شوية فراسو. ما تسلقوش بالسفحة التاهرة. لان مازال غادي نعودو نزيدو نطيبوه. وصافي هنا بعد ما نسلقنا خيزو ديالنا ره سفينه من ده الماء. عاد غادي نروف هاد المقيلة هادي. غادي نزيدو عليه هنا شوية ديال الماعد نوسم قدع. وغادي نزيدو عليه نفس واحد ديالتو ما محكوك. وغادي نزيدو مع الفيلا حمرة والتحميرة غادي نزيدو تقريبا واحد الملعقة صغيرة جماز مزيد لان هادى الصلطة هادي كي تبغي شوية فięcy الفيلا حمرة زيدة. وغادي نزيدو هنا الكامون غادي نزيدو ما تقريبا واحد الملعقة صغيرة مع مراش. انا غادي نزيدو هنا شوية ديال هريسة, اللي ممكن اللي ننعوضوها في الفيلا حرة طحونة پلة سودانية المهم الحار هنا كذلك كيبقى اختياري. وغادي نزيدو هنا شوية ديال Tosition لان احتى هات الصلاطة هاتي ديال الجازار كجيزوينة صراحة وهي محمدة وغادي نزيدو مليحة لحسب الضوء ونزيدو شوية ديال زيت زيتو انا في هات الصلاطات هاتو ركي عجبني نستعمل زيت البلدية وانتم طبعا الحالة غاستعملو الزيت اللي متوفر عندكم او ليمكلكم تخلطو ما بين البلدية والزيت العادية المهم على حسب اللي متوفر عندكم المهم هنا را خلطنا خيزو معليك العطرية اللي ازنا عليه كننقصو ليه عافية وكننخليه يتشرمل مزيان على خاطره كيبغي شوية ديال وقت وبطبيعة الحال مرة مرة كنحركوه نحاولو ما نغفلوش علي باش ما كتتحرقش لديك العطرية وقبل ما كنحيدوه من فوق العافية كنزيدو فيه واحد شوية ديال مادنوس باش كيبقى عاطفيه دك اللون خضر زوين دب اهنا غادي ندوزو نوجدو اخر صلاطة لهي ديال بنجال غادي نوجدو الدنجال زالوك غادي ناخدو الدنجال ديالنا كنغسله مزيان كنحيدو لهذاكو الريوس كننقسم ديك القشرة الكحلة كيف ما شفتو معايا صافي من بعد كنقسمو الدنجالة ديالنا على 4 وكنبدو كنقطعو فيها بهالطريقة هذي كنقطعو فيها طريفات صغاري صافي هنا غادي نستمرو حتى غادي نقطعو الدنجالة ديولنا بشوجهم غادي نديروه في واحد المقلة كيف ما شفتو معايا غادي نحطوها فوق العافية وغادي نزيدو على شوية ديال زيت زيتون اه هنا كيبغي شوية ديال زيت زيتون زيت او الزيت اللي عاديا ميمن حسب الزيت اللي غادي تستعملو حاولو تكترو منها شوية غادي نحركو الدنجال ديان هنا وغادي نغطي وباش هكا كيرش عليه ذاك البخار بوضغية كيتب مرة مرة كنحيدو ذاك الغطاء كنحركو الدنجال دياننا مزيان وكان عاودو نردو ذاك الغطاء حتى كيتبلينا الدنجال دياننا كيف كيدبالينا الدنجال كنشوفوه رهبط مبقاش عدن في الكيمية الكتير اللي درنا في اللوت صافي معناتها رهطاب دابا غادي نزيدو علي هنا شوية ديالتومات قريبا واحد الفص واحد ديالتومات محكوك وغادي نزيدو واحد الحبة ديال ما طيشها مقطعة غادي نخلطوهم مع الدنجال مزيان وغادي نخليوهم نزيدو طيبة واحد شوية دابا هنا غادي نزيدو عليهم القزبورو المعد نوز مقطعين غادي نزيدو عليهم هنا الكامون تقريبا واحد الملعقة صغيرة غادي نزيدو عليهم فلفل احمرة والتحميرة غادي نزيدو كذلك واحد الملعقة صغيرة غادي نزيدو هنا شوية ديال فلفل حارة الطحونة والسودانية غادي نزيدو شوية ديال الملحة على حسب الضوق وغادي نزيدو في هنا واحد القطيرة ديالتومات يمكن لكم تعوضوه بطبيعة الحلب شوية ديالتومات المهم هنا انا ربني كنزيد العطرية كنزيد ذك الشي اللي خاص ولكن في اللي خرق بل ما نحيده بفوق العافية ربني كنزوك الي كنخصوش شوية متلا ديال الحموضة او لاش شوية ديال الحار ش شوية الملحة را كنزيدو فيه وهنا كيف ما شفتوا معي بعد ما زدنا عليه العطرية راح خلطنا كل شي مزيان وخلينا الدنجال ديالنا كيتزالك وصافي هنا هذا هو الشكل ديالو كيجي صراحة زوين بزاف كيجي المطاق ديالو تقريبا بحالي لمقلف الزيت وحتى خيز زوم شرمن بحط طريقة هاديرة كيجي وعر كيجي صراحة المطاق ديالو تفكروني وخليولي يفتع علاق كيف اجيوكم وكيف دي ميلاش بكم هاد الفيديو ما تنسونيش ملي لايك والتعليق بيولكم زوينة محفزة خليتكم على خير نعلن ان شاء الله الفيديو اخر ووصف اخران على السلام اشتركوا في القناة